استفهامات قرآنية فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح يحاوره عبد الرزاق العلاوي تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يسعد بمتابعتكم من البرنامج اليومي استفهامات قرآنية في مطلع هذا اللقاء المبارك مستمعين الكرام يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم حياكم الله أهلا بك وأرحب بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات حياكم الله حياكم الله شيخنا الكريم استفهامنا القرآني في هذه الحلقة مستمعين الكرام مقتبس من آية قرآنية كريمة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه شيخنا الكريم لو تحدثنا أحسن الله إليكم عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على البشير النذير والسيراج الموني نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فأداة الاستفهام المستعملة في هذا السياق هي الهمزة وهي أصل أدوات الاستفهام وإعرابها حرف مبني على الفتح لا محل له من العرب وما يتعلق أحسن الله إليكم بالغرض من هذا الاستفهام السفهام يرد في كلام العرب ويراد به طلب العلم بالشيء ويرد في كلام العرب ويراد به تقرير معاني غير الاستعلام عن الشيء وهذا هو غالب السفهامات القرآن فإن الغرض منها متنوع منها ما هو للإنكار ومنها ما هو للتقرير ومنها ما هو للتوبير ومنها ما هو للتحضيض في قوله تعالى أي أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا للعلماء في غرض الاستفهام عدة أقوال فقيل إن الاستفهام هنا يحتمل أنه استفهام تقرير وهو أنه طلب منهم الله عز وجل أن يقروا بما عندهم في ذلك ولهذا قال مجاهد التقرير لا أي لا يحب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا فإنه لما استفهموا استفهام تقرير بما لا جواب له إلا أن يقولوا لا جعلوا كأنهم قالوها وهذا استفهام تقرير وقيل إنه استفهام إنكار بمعنى أنه لتوبيخهم على محبتهم أكل لحم أخيهم والحال أنه ميت وقيل إنه استفهام تكذيب بمعنى أنه إنكار لتكذيبهم أنهم لا يحبون ذلك حيث إنهم يقعون في غيبة من يغتابون وهم يعلمون أن هذه الصورة هي مشابهة للصورة التي ذكر الله عز وجل فتنوعت كلمات العلماء في غرض الاستفهام والغرض من هذا كله هو التنفير والتحذير والتقبيح لهذه الصورة التي يتورط فيها كثير من الناس وهي غيبة من لا يكون حاضرا بذكر ما يكرهه في غيبته نعم الله أحسنت لكم شيخنا الكريم لو أيضا صلتنا الضوء على السياق القرآني الكريم الذي ورد فيه هذا الاستفهام الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الكريمة جملة من الآداب التي يجب على أهل الإيمان أن يتحلوا بها فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم هكذا بدأ التوجيه في هذه الآية بنداء أهل الإيمان لقطع سلسلة العيوب والمعاصي ابتداء بسوء الظن الذي هو مفتاحه شرور عظيمة وإذلك قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وإذا ظن الإنسان طلب تحقيق ذلك الظن فتجسس قال ولا تجسسوا وإذا تجسس وقع على شيء من العيب والمكروه في حق من يتجسس عليه ولا بد فكل ابن آدم خطأ وخير الخطأين التوابون وإذا اطلع على ذلك فإنه سيتكلم به ولذلك قال ولا يغتب بعضكم بعضا فنهى عن الغيبة والغيبة هي ذكر أخاك بما يكره هكذا عرفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت الغيبة بين يديه فقال ذكرك أخاك بما تكره قال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته ثم لتحذير المؤمنين من هذه السيئة التي يتورط فيها كثير من الناس جاء تصوير هذه القبيحة وهذه السيئة وهذه الموبقة بأقبح ما يكون من الصور فضرب لها مثلا تنفيرا وتحذيرا فقال أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ثم هذا التمثيل بأكل لحم ابن آدم الميت غايته وغرضه أن تنفرنا النفوس عن هذا المسلك وعبر بأكل اللحم لأن العرب تستعمل ذلك في ذكر قبيح الرجل في حال غيبته كما قال الشعر وَإِنْ أَكَلُوا لَحْمِي وَفَرْتُوا لُحُومَهُمْ وَإِنْ هَدَمُوا مَجْدِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدًا فالآية تضمنت التحذير من هذه الصورة والتقبيح لها كما أنها تضمنت أن الأمر بكرهية ذلك حيث قال فكرهتموه فإنه قد قيل إن قوله تعالى فكرهتموه أمر وقد يأتي الأمر بصيغة الماضي نحو التقل إتقى الله أمرء فعلى خيرا يثب عليه وختم الآية بالأمر بتقواه لأن تقوى الله تعالى أعظم ما يحجز الإنسان عن السوء بكل صوره وعن السوء في حال الغيبة فإنه لا يكف الإنسان عن الاعتداء والبغي والظلم والتجاوز على أعراض الناس مثل ما يكفه تقوى الله عز وجل لأنه يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيل ويعلم أن الله تعالى سيحاسبه على ما صدر منه من قول وعمل ثم هو إذا اتقى الله تعالى كف لسانه عن كل ما فيه سوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصوت ثم إن الغيبة التي مثلت بهذه الصورة هي من كبائر الذنوب كما حكى غير واحد من أهل العلم أن الغيبة من كبائر الذنوب وقد دلت على ذلك دلائل كثيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرن العرض بالدم فقال كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أربى الربى فقال إن أربى الربى الاستطالة في عرض المسلم فينبغي للإنسان أن يكون حذرا فيما يصدر عنه وبعض الناس يتأول بأن ثمة أحوال يجوز فيها الكلام عن الغير كما لو كان متظلما أو معرفا أو محذرا أو متكلما عن مجاهر بفسق أو مستفت أو من يطبعان في إزالة سوء وشر فيقول هذه أحوال يجوز فيها الحديث عن الغير إلا أنه ينبغي أن يؤكد على معنى مهم وهو أن الأصل حرمة العرض وأن الأصل تحريم الغيبة وأن الأصل كف اللسان عن أعراض الناس ولا يخرج عن هذا الأصل بالكلام عن الغير بسوء في حال غيبته بذكره بما يكره في حال غيبته إلا بما هو بين واضح كالشمس ظهورا ووضوحا فإن ذلك هو الطريق القويم الذي يقي به الإنسان نفسه من التورض في هذه الموبقة والماحية للحسنات فإنه إذا تكلم في غيره أهدى حسناته إلى غيره وكذلك إن فنيت حسناته فإنه يتحمل من سيئات غيره ما يكون ثقلا عليه يوم العرض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا درهم ولا دينار فينبغي المؤمن أن يصون لسانة عن الوقاعة في غيره ومن يتق الله يجعل له مخرجا والذين جهدوا فينا لنهدي أنهم سهلنا فنسأل الله أن يصون ألسنتنا عن أعراض الناس وأن يرزقنا القول السديد وأن يعيننا على قول الخير وحفظ ألسنتنا عن ما سوى ذلك شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا الحديث المبارك عن هذا الاستفهام القرآني الذي ورد في آية كريمة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتموه فشكر الله لكم شيخنا الكريم كل الشكر والتقدير مستمعين الكرام بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الشكر يتواصل لأخي وزميل مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبدالكريم الجويبر ولكم مستمعين الكرام نلقاكم باستفهام قرآني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفهامات قرآنية فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح يحاوره عبدالرزاق العلاوي تنفيذ عبدالرحمن بن فهد الخنفري